السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كانت هابنسوي. انا اسراء. ان شاء الله النهاردة هنتكلم شوية عن الابر. انا شارية شوية ابر جديدة. حبيت اعرف حضراتكم عليها. عشان طبعا احنا دايما بنتسئل على الابر واحنا شغالين في الفيديوهات. انا كنت نزلت قبل كده ابر عن الابر اللي كانت عندي اصلا لقبل كده. اه كانت مجموعة خشب كده من علي اكسبريس. وانا قلت لكم ساعتها انها مع الوقت بتشقق من الاجزاء دي. وما كتبقاش نعمة خالص في الاستخدام. فانا طبعا بحب اشتغل بالابر اللي هي دي. اه لان بيبقى ليها كبير من الشغل. وكت برضو في نفس الفيديو اه وردتكم الابر اللي معايا لان الناس هيما سألت على الابرة دي. دي كانت ابر هندي رخيصة. اه كانت متوفرة في المكان اللي انا كنت عيش فيه. اه انا كنت برا مصر. فكانت متوفرة هناك. فكت جابة منها كزا معيس. ودي ابر صيني معدن برضو سعرها رخيص وآآ عملية في الشغل. بس هما ابر آآ سلكهم طويل. طبعا الابر المعدن دي مع الوقت برضو بتصدي من الجزء ده كده. انما الابر الهندي دي آآ لحد المال حد دلوقتي كويسة معي. لكن السلك بتاعها آآ مش بالمرونة الكافية. لكن الى حد ما لحد دلوقتي شغالين معي كويس. لحد ما اجيب بطاقم آآ ابر آآ كامل يكون اسلك متغيرة. آآ اللي انا جبته النهاردة. آآ طبعا من صفحة آآ كراكتي شيب شوب. آآ الاستاذة دين عليها. طبعا انا آآ كان فيه ناس سألوني قبل كده في الكومنتات لما كنت برا. آآ على الابر الهندي دي وانا قلت لهم ان في صفحة في مصر بتبيع ابر مستوردة. آآ حلوة قوي بحيس ان انت لو عايزت جيبي حاجة تكون اعلى شوية من الصيني المتوفر ومنتشر في المحلات. آآ لو انت عايزت جيبي حاجة كويسة. آآ كنت شوفت انا اعلاناتها من وانا برا يعني. آآ كنت كتبت الكلام ده في الكومنتات كزا مرة. بس انا اول مرة اتعامل معاها الحقيقة. آآ طلبت منها شوية حاجات. آآ طبعا هي المنتجات بتاعتها فعلا يعني اوريجنال كويسة. صفحة عليها بقى آآ كبير قوي من الحاجات. طبعا ده مش آآ عشان برضو مبدئيا قبل اي حاجة ده له اعلان للمنتجات ولا هو اعلان للاستاذة دينا. يعني انا لو اخده مثلا من الشركات دي ولا من استاذة دينا يعني حتى انا ما عرفها الشخصين. آآ ده اول شغل اللي هي في الشرابات. انا كنت بتعلم لسه شغل الشرابات. هبقى ان شاء الله اتمرن فيه شوية وبقى اشرح لكم البطرون ده. آآ هو بطرون من فأنا اول ما اشتغلت اشتغلت بابرة دي. آآ من طبعا الابرة دي برضو من عند الاستاذة دينا. آآ كل اللي انا هشرحه النهاردة من عند الاستاذ دينا. آآ دي ابر. كويسة قوي للشغل بتاع الشرابات والجوانتيات. زي ما انتم شايفين كده هي بتيجي في ست. في اربع ابر. آآ اتنين كورد صغيرين. بالشكل ده كده. آآ ومفتاحين. ورا. هنفضي الحاجة اللي فيه كلها. مش عارفة هي بتتنطق ولا بتتنطق ازاي بس ايها يعني معظم الناس عارفينها يعني. تشي اوجو. آآ 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 دي كل المحتويات بتاعتها. الابر دي مقاس تلاتة مليميتر. اوكي? بتيجي زي ما انتم شايفين كده. نحية طويلة ونحية قصيرة. ابرتين مع بعض. آآ الابرتين مقاس تلاتة مليميتر. واحدة طويلة وواحدة قصيرة. والقفل. وي سلكين بطولين مختلفين. واحد قصير واحد طويل حاجة بسيطة. طبعا هو عامل الجدول ورا هنا كده في حزبة بسيطة. ان انت عندك السلكين واحد تلاتاشر سنتي واحد خمستاشر سنتي. تقدري تستخدمي الخمسة مع الخمسة. هتحصولي على نتيجة تلاتة وعشرين سنتي او خمسة وعشرين سنتي. تقدر تستخدمي الخمسة مع التمانية. هتحصولي على نتيجة كلية آآ ستة وعشرين سنتي او تمانية وعشرين سنتي. طبعا لو استخدمتي الكرد الاطول شوية. تمام? يعني هو هنا بيقولك ان انت تقدري تستخدمي. هو الاصل بتاعها في الاساس ان انت بتربطي واحدة ناحية طويلة. وناحية قصيرة. لكن هو بيعرفك ان انت تقدري تستخدمي الاتنين قصيرين. لو انت مثلا عايزة تستخدمي هدوم ايميجرامي. الهدوم اللي هي العرايس الصغيرين. فتقدري تستخدمي بدل الطويلة اللي بتبقى في اليمين دي. واحدة قصيرة. يبقى لاثنين قصيرين. قصاد بعض. بدل ما هي واحدة طويلة وواحدة قصيرة. تقدري تستخدمي اثنين قصيرين قصاد بعض. مع السلك مثلا الاقصر. فكده تبقي قصرتي المساحة بتاعتك اكتر. خلاص. الابر بتاعت تشوجه كلها معروفة ان هي بتكون مدببة قوي زيادة عن اللزوم. يعني مع الوقت. يعني مع الوقت. وانتي لو انتي متعودة وانتي بتشتغلي دايما تعملي الحركة دي. هتكون مؤزية شوية شايفين حتى ابتدت تعلم يعني. بتعلم لانها مدببة قوي دي اكتر تقريبا ابر مدببة معروفة في السوق. خلاص. المفتاح ده برضو نقول هو معمول ليه? عشان ما تدوروش قوي. المفتاح ده موجودة علشان خاطر بتعملي كده. وتربطي جامد. يعني هو بس بيسبت صوابعك بحيث ان الابرة ما تفضلش تتزحلى يعني. خلاص. كده انتي بتفكي بنفسك اهو ما بتتفكش. بتروحي بقى بتحطي القفل فيه اللي تحت. وبتفكي. دي اه كل الفايدة بتاعة المصمار ده. هو مديكي فيه الست ده معاه مصمرين. ده بالنسبة لي الست ده. اه طبعا انا جبته علشان خاطر اجربه. ما كنتش لسه جبت الدول. اه وجبت كمان من الادي. مقاس خمسة ميلي. اه الحياة الادي يعني عظيمة جدا. خصوصا ان هي تخينة كده. طبعا بما ان هي بالنسبة لي انا مش 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 مدببة كده. فالادي عظيمة يعني. حبيتها قوي. طبعا ده مكانش حاجة انا بس احبيت ان انا اجرب الابرة. تكون اه يعني اشوف سرعة الشغل بتاعتها قبل ما اطلع اتكلم عنها. اه فده ما هواش حاجة مهمة يعني. انا بس عملته كده علشان خاطر التصوير. هي دي الابرة. طبعا الابرة دي الكيبل ثابت فيها. مش زي التانية مش بيتركب. دي الجاية الابرة بتاعتها سابت فيها. لكن هي نفس الفكرة ناحية طويلة وناحية قصيرة. الناحية الطويلة والناحية القصيرة دي بتكون اه مريحة في الشغل. وبتسرع اعملية الشغل. هي بس فيها عيب واحد ان هي اه مش مكتوب عليها الرقم بتاع الابرة. يعني مش زي دي. دي منقوش عليها اه رقم الابرة. باللون الاصمر. اهو. تلاتة مليمتر. وي الاسم البراند. آآآ دي مش مكتوب عليها. فانت لازم تحتفظي بي الورقة. كل ما تخلصي الشغل بتاعي ترجعيها في الورقة بتاعتها تاني. طبعا هو رسملك عليها ان هي بتاعت حاجات العرايس. وي اللعب الاطفال. وهي من لي اصلا علشان جوانتيات وشربات. آآ حتى هي مكتوب عليها ان هي للسوكس. هديكم سيال على طريقة الشغل بتاعتها. الناحية الطويلة هي في الليمين. والناحية القصيرة في الشمال. وبتبدأي تشتغلي. طبعا بتحسي ان الامور سالفة معيكي. لما بتكون الطويلة في آآ الليمين. نلقى سيارة في الشمال. بتبدأي تشتغلي. بتسرجع معيكي عملية الشغل. طبعا لان الكتر بتاعها آآ زي ما انتم شايفين صغير. فلو بتشتغلي بقى اسورة آآ خصوصا لاطفال آآ او لي آآ او اسورة الكبار كمان طبعا بتكفي اسورة الكبار لكن مش هتكفي الكم كله. يعني ممكن تكفي الكم دي الاطفال آآ لكن مش هتكفي كم كبار آآ وشربات وجوانتيات هتشتغل معيكي بسرعة وهتنجزي في الشغل بتاعك. تمام ده بالنسبة لي مثال على الابر اللي هي الدائرية القصيرة بتاعت الشربات. نيجي بقى لي المهم في الموضوع. واللي عجباني قوي بصراحة الابر اللي هي اللي هي المعدن. آآ دي من ماركت نيت برو. وخليني برضه اقول لكم معلومة لسه مكتشفاها من شوية وانا بحاول اعمل سرشة عن الحاجات دي. نيت برو ونتر برايد. آآ هما الاتنين شركة واحدة. ماشيين بمبدأ الاستاذ احمد حلمي كل نفسك قبل ما حد يأكلك. اوكي. فاعط ادور كتير قوي. لقيت نفس الست بتاعت يعني الست اللي هي نفس العلب. بتاعت الابر. هي هي هيها هنا هي هيها هنا. فبقيت مستوربة. هو يعني لحد ما بتديت ادور. اكشفت النيتر برايد دي. مجرد برانش من النيت برو. من شركة النيت برو. آآ بتتباع في الشمال امريكا. ده لانا فهمته من الحاجات اللي انا عملت لها سرش على النيت. طبعا انا جبت كل المقاسات اللي انا باستخدمها تقريبا. معادة مقاسين لسه مش متوفرين. عند الاستاذة دينا ان شاء الله تجيبهم لي. يما يتوفروا عندها. طبعا قبل ما اتكلم عن 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 الحاجة لازم كنت اجربها. فانا كنت شغالة جاكت اصلا. شغالة في جاكت. آآ سبت الجاكت. يعني وعدت اشتغل في الكوم. عشان الخاطر اجرب القبر قبل ما اتكلم عنها. طبعا ثلاثة في الشغل. جميلة جدا. سالسة. يعني سالسة قوي. آآ من هنا مدببة لكن ما بتعورش بنفس الطريقة بتاعة. آآ ما بتعورش. يعني مدببة. آآ دي مقاس آآ خمسة. خليني يوريكم مقاس التلاتة. مقاس التلاتة مع التشاوجو. دي تلاتة ودي تلاتة. لو بصينا هنلاحظ آآ ان التشاوجو مدببة من قدام اكتر. يعني شارب. تعور. انما دي. هم عاملينها مدببة لكن. جايين من قدامه شطفينها. شايفين اهي شطفة باينة. شطفينها كده بحيس ان هي ما تعورش. يعني هم ايه آآ عاملين الموضوع ده بشكل كويس قوي. لو جينا بقى قررنا مقاس الخمسة من من الادي مع الخمسة من النيت برو. هنلاحظ برضو ان الادي سميكة من قدام. شايفين? دورة. فهو كل واحد على حسب هو بيحب يشتغل باي? دي حاجة انت اللي هتفضليها مش اي حد يقولك مين الاحسد. آآ لكن انا بالنسبالي آآ الابرة بصراحة نعمة قوي. سالسة. المقاسات مكتوبة عليها. آآ ده برضو من الحاجات اللي بتبقى مهمة. الالوان بقى بتاعتها. يعني الالوان بتاعتها الصراحة يعني مبهجة. طبعا انا مش شغالة بيها من فترة. فمش عارفة اللي بقى هتبهت مش هتبهت. لكن الروفيوز بتاعتها على اليوتيوب كلها الجماعة الاجانب اللي شغالين بيها من فترات. آآ بيقولوا بنفس السيتس يعني هتلاقيها بنفس شكل الابر بنفس شكل العلب بكل حاجة. آآ لو دورتوا كتير هتلاقوا اللي انا بقولوا ده على اليوتيوب. آآ جهة بقى كمان مهمة. حبيت ان انا آآ آآ اقولها عشان كده جبت الشراب ده معايا في الفيديو. آآ طبعا انا اشتغلت الشراب لحد ما وصلت هنا بالابر اللي هي للتشاوجو ديت. ده خيط آآ آآ ليس ديفا فكنت شغالة بابرة تلاتة. اول ما جات لي الابر دي. ابتديت على طول في الشراب. لحد ما وصلت عند الحتة اللي انا هبدأ اعمل فيها تناقص في اخر الشراب. وابتديت طبعا الكتر آآ كبير مني برضو. يعني الكتر آآ يكفي ان انت تعملي شراب يكفي ان انت تعملي جوانتي بس ما تعمليش بقى تناقص. لان التناقص طب هتعملي ايه بقى حتى لو هتعملي دائرة سحرية والكلام ده مش مش هيمشي مع الحاجات اللي هي كترها قصيرة دي او انا معرفتش عامله. آآ ففضلت بقى مستنية لحد ما الابر دي جد. آآ انجزت بقى خلصت شوية الموجودين دول في يعني في وقت لا يسكر. عشر دقايق ربع ساعة. كنت سعيدة بقى قوي ان انا قدرت اكمل آآ الشراب بالحسة اللي فضلة. فالخلاصة. الابر دي تغني لو انت مش عايزة تجربي انواع كتير آآ دي تغنيك عندي. تمام? آآ لكن لو انت شغلك مثلا كله جوانتيات او شغل اميجرامي. آآ شغل العرايس والحاجات اللي هي كترها قصير قوي. آآ ده لو شغلك كله متوقف يعني على الكلام ده. فطبعا هتكون الابر دي مهمة قوي بالنسبالك. آآ لان طبعا مش مش معقول هتجيبي آآ خمس ابر كترهم طولهم طول الواحدة فيهم عشرين سانتي. عشان تعملي مثلا لبس عرايس. مش هيبقى منطقي. انما دي بقى مفيدة ايه? دي بقى تعمل جوانتيات. تعمل شربات. دي تعمل لحد طوائي. لان هي آآ دي طولها آآ عشرين سانتي. في منها خمستاشر سانتي موجود في السوق. بس الحمد لله انا يعني كنت مفاقة. السوزة دينا كان عندها لعشرين سانتي ده اللي انا كنت عايزاها. لان ده يكفي ان انت تعملي لحد طوائي. آآ الكتر بتاعها طبعا آآ لما تبقى طول الواحدة منهم عشرين سانتي. فعندك العشرين في خمسة. آآ طبعا هنقص منهم شوية. عشرين في خمسة بمية. بس مش هتشتغلي انتي طبعا بالخمسة. بتعملي الكتر بتاعيك على اربع عبر بس والخمسة بتشتغلي بها. فالعشرين في اربع عشرين في اربع بس بي آآ تمانين. آآ وهتنقصي شوية اللي في الطرف دول لانه طبعا مش هتخلي الغرز مضطر رفا قوي كده يعني هتدخلي الغرز لحد جوة. فمعاكي لحد كتر خمسة وسبعين سنتي. آآ او اتنين وسبعين سنتي مسلا. آآ اتنين وسبعين سنتي ده انتي انتي اخرك في كتر الطوائي خمسة وستين سنتي مش اكتر من كده. فمعاكي كمان عشر سنتي زيادة تقدري تشتغلي لحد طوائي تقدري تشتغلي بيها كمان هدوم اطفال دائرية. آآ فبصراحة هي الضابل فوينت دي انا انا بحبها. بحبها والحمد لله لما جربتها كمان آآ سعيدة بها قوي مبسوطة بها قوي. فا قلت لازم آآ يعني اوريها لكم. ده الشوية دول انا اشتغلتهم برضو بسرعة قوي قبل ما اصور في الكم. عشان آآ اجربها واوريها لكم. آآ ده شغل آآ ده خيت كوالا آآ ستوكات. خيت توركي ستوكات بس مش عارفة صراحة اسمه ايه. آآ بس هو كوالا. آآ وان شاء الله الشاكت هنزله لكم فيديو طبعا لوحده. واتمنى ان ان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم. وان شاء الله لما جيب الست الكبيرة. آآ غالبا ان شاء الله هجبها من النيت برو لانها عجبتني قوي. انا كنت ناوي جيبها من الادي. آآ بس لما مساكت دي ومساكت دي. آآ عجبتني قوي النيت برو. ولحدة دلوقتي استه مغيرتش رأيي يعني ان شاء الله ابقى اعملكم فيديو عنها. آآ اما جيبها وجربها ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.